معي من باريس مدير معهد شمال أفريقيا الباحث الجيوسياسي لاغا شاقروش مساء الخير أهلا بك معنا ما حظوظ داعش هي محاولات نعرف عنها طبعا ما حظوظ داعش في أفريقيا سيد لاغا هي نتجة عن عوامل كثيرة لابد أن نفرق في بداية الأمر بأن الحركات الجهادية في بداية الأمر كانت تتمثل بأنصار الشريعة لأقغالي في شمال مالي وعناصر أخرى كانت تنشط في غرب أفريقيا ما يسمى بحركة الوحدة والجهاد الذي كان ينتمي إليها أبو الوليد صحراوي لكن في بداية الأمر كانت حركات جهادية محلية بما فيهم عناصر كثيرة من القاعدة للمغرب الإسلامي عناصر سابقا جزائرية هربت إلى الساحل أو جنوب السحراء الجزائرية ومن بعدها إلى الساحل كانت لا تشكل خطرا كبير إلا على بعض الدولة الضعيفة مثل المالي ومثل النيجر لكن بظهور باكوحرام وتمدد باكوحرام تكون هناك جماعة لأن باكوحرام باعت داعش يأتي من بعدها ما يسمى بداعش للصحراء الكبرى داعش للصحراء الكبرى إلى أي درجة داعش في الصحراء الكبرى خصوصا في خصوصا أين بس تابع سيد لاغو أو إلى أي درجة متمكنة هناك بداية الأمر هم عناصر مزيج من عناصر نيجرية من عناصر باكوحرام من عناصر من غرب إفريقيا ما يقارب حسب المعلومات من خمسمائة إلى ألف شخص كانت أكثرهم تأيون في الصحراء ويمارسون التهريب والمخدرات والخطف لكن الآن هناك دلائل دلائل تشير بأن عناصر هربت من الشام والعراق وذهبت من جنوب من السيناء ومن ليبيا مباشرة وكونت ما يسمى بالدولة الإسلامية للصحراء الكبرى يترأسها أبو الوليد صحراوي عنصر ناشط في الحركات الجهادية من مدة ألف وتسعمائة ألف وتسعينات تشكل خطر لأن هناك ارتباط بليبيا بجنوب ليبيا بشمال نيجر بشمال مالي ممكن تسبب تسبب مشاكل ومتاعب كثيرة ونلاحظ هذا في مؤخرا في بعض الهجمات في شمال ماليا وبعض الهجمات في بوركنافاسو قادر هو في سحراء على التواجد سفارة فرنسا عرفنا من حدثك أعداد ووضع قادر على فعلا متمكن أن يثبت نفسه هناك وأن يجد موطئ قدم له أو بأن هذا من ضمن الخيارات الموجودة عنده اليوم لذلك هو هناك غير موضوع آسيا نتحدث عنه أيضا في أوقات لاحقة هو الفرق بالنسبة لداعش في الصحراء الكبرى لا يوجد هناك مدن كبيرة لا يوجد هناك امتداد بشري مثل العراق وسوريا هناك مثلا أعطيك لأمثلة أكبر مدينة هي قاوو وكدال لا يتجاوز سكانها ثلاثين ألف وبين المدينتين هناك ما يقارب ثلاثمائة كيلومتر لو نأخذ مثلا من من شمال مالي إلى أكبر مدينة في ليبيا في جنوب ليبيا سبهة هناك ما يقارب ألف كيلومتر يبقى الآن التحرك في الصحراء سهل وممكن أن يقوموا بعمليات رهيبة مثل ما قاموا بعملية كانت هناك قاعد المرابطون أو جماعة تفرعت من القاعدة للمغرب الإسلامي أما العناصر داعش ممكن يقومون بأعمال انتحارية في بعض المدن لكن في اعتقادي ربما يكون لهم ملجأ أكثر ما يكون لهم قاعدة للانطلاق ملجأ للهروب لأن الضربات قوية واضح 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 داعش بمناطق أخرى سيد لاغا يعني إن كان بسوريا بالعراق مع كلها زائمه ووضع أصلا جماعات متشددة كلها ومحاربتها والتراجع في هذه الفترة يؤثر في وجوده بملاجئ كما قلت حضرتك ركزت أنه ستكون ملجأ مش قاعدة سيؤثر بوجوده هناك وكيف ربما ملجأ لفتح في المستقبل القريب جبهات أخرى والحاصل ملخص التكتيكات لهذه العناصر الإرهابية هو انتظار ممكن الزحف على لشمال ليبيا أو ربما حول جنوب السنغال بوركينافاسو 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 ممكن لسنة أو لسنتين ممكن يسببون خطر ونلاحظ مؤخرا يوم الخميس الماضي هناك تدخل أمريكي في جنوب في جنوب ليبي لضرب بعض العناصر الإرهابية هي الخطر في عدم اعتبار التواجد عناصر داعش في هذه المناطق أو التقليل من ردود الفعل اللاحقة أما الآن فهم في حالة هروب وما يسمى في شمال إفريقيا يمارسون سياسة الثعبان تحت الرمل أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا من فاريس أعذرني عن مقاطع مدير معهد شمال إفريقيا الباحثي سياسي لقاشا قروش شكرا جزيلا